وتواصل 130 شاحنة في قافلة صندوق تحيا مصر في التوافد في اتجاهها لمعبر رفح لتوصيل المساعدات والاحتياجات المعيشية للأشقاء في قطاع غزة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي كان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد أعلن عن تقديم مصر أضخم قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القافلة محملة بـ 2500 طن من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية وغيرها من المواد المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر